تشهد العلاقات المصرية الأرمينية ازدهاراً كبيراً خلال زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين وعلى الصعيد السياسي تتوافق القاهرة ويريفان في مواقف هما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وذلك بالتوازي مع تواجد جالية أرمينية كبيرة في مصر العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر وأرمينيا شهدت ازدهاراً كبيراً خلال السنوات الماضية ولعل أهم ما يميز تلك العلاقات هو الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول كومنولس والذي يؤدي دوراً مهماً جداً في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فأرمينيا تشعر بالامتنان لما يقدمه الصندوق من مساعدات سواء في شكل دورات تدريبية في مختلف المجالات أو في شكل مساعدات مالية وفنية الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين عززت من هذه العلاقات وفي كل المناسبات التي تجمع قادة الدولتين أو مسؤولين كبار منهما يتم التأكيد على عمق العلاقات وأهمية تعزيزها وأيضاً تبرز قضايا المنطقة والقضايا الإقليمية المشتركة على طاولة المباحثات المصرية الأرمينية على الدوام الجانبان المصري والأرميني دائماً ما يبديان توافقهما إزاء معظم القضايا مع التأكيد على أهمية تقويد التدخلات الخارجية في المنطقة تلك التدخلات التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة للصالح مطامعها الخاصة ومنافعها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب العلاقات السياسية بين القاهرة ويرفان تتسم بخصوصية تاريخية وعلاقات تعاون وثيقة وبناء لا سيما في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة في القاهرة وأيضاً في ظل حرص القيادة السياسية على دعم التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة